السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سايب فاير هيدروليك سيستم ده تنشرح ازاي نعمل سيستم للفاير ممكن هنا عندي دي الفلورس ممكن تختار اي فلور ولكن مسلا دوت هول مسلا عايز اضيف السبرينكلر فبيقول الرفرنس بتاعك ايه طب الطيب بتاعك ممكن تجي هنا وتلاقي ستاندرد السبرينكلر عند سايد والعندي ريزدانت سبرينكلر اسف ار افرايت او بندت الكي فاكتور بتاعي السير الطيب الطيب في ريزبونس هل هو كويك ولا ستاندرد تشيك هل انت عايزه مع الدروب ولا لا ممكن تشيل الدروب براحتك بعد كده تقدر تضيف السبرينكلر زي ما انت عايز او ممكن ترسم بقى البرانش بعد كده من هنا مسلا خلينا نرسم مسلا بايب على طول ده الكاتلوج بتاع البايب السايز طيب اقول اكسيبت ممكن مسلا ترسم بالشكل دوت ريك لك عشان تنهي الامر ممكن تقول بقى انا عايزة رسم بايب مسلا ممكن توصلها كده او كده زي ما انت عايز ممكن تعطيه هنا طيب ممكن تيجي برضو هنا اكسيبت ممكن تقوله طريق اخرى ممكن تقوله اواتوماتيك جنريت وتحدد الطيب بتاع الشنريت والسبرينكلر الطيب اللي انت عايزه عايزة حط دروب ولا لا اوكي وتحدد اللي سبسل انت عايزه وريد كليك هو يبدأ يعمل حسابيات بتاعته وفي اي لحظة بقمبر ترسم بايب اكسيبت بترسم بايب مسلا من هنا لهنا بالشكل دوت ممكن تقوله انا عايزة حطها هنا هنجر تمام اللوب هنجر اكسيبت زي ما انت عايز ممكن تعمل تشيك فيبدأ يجيب لك هل هي مطبقة ليه المواصفات ولا لا بالشكل دوت كل حاجة موجودة ده حاجات يعني تقدر تعمل تشيك عليها وتأكد هل هي فعلا مطبقة المواصفات ولا لا وتحط الاكسيسوري اللي انت عايزت تحطها وممكن تيجي هنا في الاوبشن وتلاقي مثلا عندك الهنجر الماكسيبت بتوين ساب بورت وتدخل هنا الواصف وممكن تدخل هنا فادي دي بقى الجدول دوت الخمستاشر مثلا لما يكون المصورة كتيرة خمستاشر هيبقى لسبيسة د ايه لما يكون عايزين لسبيسة د ايه لما يكون المصورة كبيرة فممكن بدلا ما هي اربعة متر لان نخليها ستة متر زي ما انتشاهد بالشكل دوت طبعا بتختلف الستيل عن الكوبر عن السي بي بي سي واكذا كل نوع بيبقى ليه المواصفات بتاعته فاحنا بنقول له مثلا لا اعملنا تشيك عليها جدي او لا باش هزدنا بتشيك اكسبت اكسبت وممكن نقول له اعمل update للريزولت فيبدأ يفحص كل حاجة تمام ويبدأ يقول اذا كان فيه اي حاجة فيها مشاكل بحيس ان احنا اا نفحصها بشكل اضاق طيب لو انا عايزة شوف الحاجة دي في السري دي بي دوسنا على السري دي في يو فبيبدأ يجيب لي المبنى بشكل دوت طيب انا مش عايزة شوف المشروع ككل انا عايزة شوف الدور الرابع اقول له اريني الدور الرابع وتبدأ تعمل ازوم على الجزء اللي انت عايزة شوفه طيب خلانا شوف هتاكن بشكل مبنى او هي في المنطقة ديت اقول له خفيلي كل حاجة مع هذا الدور الرابع هتلاقي الحاجة اللي احنا رسمناها هيت ظهر عندك فيه السري دي بالشكل دوت تقدر تعمل لها بريفس ويندوز تقدر فول ويندوز تقدر زوم اوت تعمل زوم اوت على الحاجة تقدر تعمل سيكشن في ال اكس وفي الوايفي زيت تقدر فلمسكشن انت عايزة بشكل دوت